السلام عليكم أحبائي مرحبا بكم في نص قرائي جديد تحت عنوان الغابة في خطر وسنمر مباشرة إلى الإجابة عن أسئلة النص السؤال الأول يقول أشارك صديقي أو صديقتي في البحث عن خريطة كلمة يتناقص يتناقص النوع فعل المعنى تضاءل قلة والضد يزداد جملة تناقص وعدل التساقطات خلال هذه السنة أفهم استخرج من النص ما يدل على أن البيئة يتهددها أمن خطير ما يدل على أن البيئة يتهددها أمن خطير وحدود تغيرات سريعة خطيرة وخطيرة بسبب التلوث إضافة إلى الغازات سامة المنبعثة من المعامل أضف إلى ذلك لمبالات الإنسان واقتلاع الأشجار السؤال الثاني يقول أذكر طرق متبعة للحفاظ على البيئة انطلاقا من الناس الطرق المتبعة للحفاظ على البيئة هي غرس الأشجار وحراستها وتشجيع على غرس الأشجار والعناية بها إضافة إلى معاقبة كل من سهم في قطع الأشجار أو إشعال الحرائق وحدد الوسيلة الأفضل للحفاظ على الغابة الوسيلة الأفضل للحفاظ على الغابة هو غرس العديد من الأشجار وفرض عقوبات على كل من تطاولت أياديه لتخريبها أو سرقتها أبين أشكال إساءة للغابة من قبل الإنسان قطع الأشجار التسبب في حرائق الغابة وفي الأزبال وأحيانا سجائر زائد الرعي الجائر الحيوان الرعي المفرط وتكسير أغسل الأشجار بالنسبة لكواليس الطبيعية الفيضانات البراكين الزلازيل وانجراف التربة وكثرة الحرائق أركب وأقوم ألخص الفقرة الثالثة من النص من أفكار حرائق الغابة تساهم بشكل كبير في تدمير كنز من كنوز الدنيا فالغابة كنز على الأرض فيه تحية كل القلائق وهي مصدر عيش الكثير من السكان إلا أن الإنسان لم يقدر بعد قيمتها اتساهمت غازة المعامل السامة والنفايات النتجة عن المصانع وبالتالي تلويت الأنهار والبحار وفضلا عن ما يرميه الإنسان من المخلفات في محيطه القارب الشيء الذي جعل مجموعة من العلماء للتكتل والبحث عن حلول ملائمة للحفاظ على التوازن الأساسي في حياة كل كائنات الحية المغزى من النص الغابة هي جنة الدنيا وبالتالي حرام أن تضيع بسبب تهول الإنسان وأنانيته وطمعه في العيش ولو على حساب الغابة نهاية الحصة لا تنسوا دعمنا وإلى اللقاء